في أقل من 24 ساعة عدة أحداث أو حوادث أمنية تتالت وتوالت على الأرض اللبنانية إطلاق النار على السفارة الأمريكية ليس بالحدث العابر صحيح أنه البعض ربطوا بذكرى تفجير السفارة الأمريكية بين الحرب الأهلية اللبنانية إنما هذا ليس حدثا عابرا وليس شخص عابر وليس شخص عادي من أطلق 16 رصاصة على مداخل السفارة الأمريكية في منطقة عوكر اللبنانية لماذا؟ أن هذا عمل استخباري عمل أمني وهذه رسالة أمنية طبعا الخسائرية خسائر مادية وليست مهمة وشيء لا يذكر في هذه العجالة لكن المهم أنه هو رسالة أمنية متعلقة بالدور الأمريكي الذي بدأ يتحرك يتنامى على الصعيد اللبناني أولا بالموقف الأمريكي من مسألة رئاسة الجمهورية بدأ الأمريكيون يشتشدون الموقف الدولي من مسألة الاستحقاق الرئاسي ولذلك رأينا أنه هناك شيء من التشدد والتصلب من ناحية حزب الله وحلفائه فيما يتعلق بترشيح الأستاذ السليمان فرنجية بس هذه ما هي النقطة الوحيدة لأنه هذه مسألة خطيرة إطلاق النار بلبنان على سفارة هذه مسألة خطيرة بهذه اللحظة أولا هي جزء من مروحة رسائل مروحة يمكن أن تتراوح بين الشأن اللبناني والشأن الإقليمي نبدأ بالشأن اللبناني بالشأن اللبناني حكينا عن الاستحقاق الرئاسي والأمريكيين بلشوا يشتشدوا صفوف الموقف الدولي بالخماسية هن وحلفائهم يعني داخل اللجنة الخماسية المعنية بالشأن اللبناني بحيث أنه ترشيح شخصية ذات ولاء لحظب الله أمر لن يمر هذا أمر واضح وصريح هذا موقف عربي وهذا موقف أمريكي وهذا موقف أوروبي صار واضح مقابله في تشدد هذه ملف ملف الآخر اللي مهم محليا هون هو عودة الأمريكيين إلى تنشيط التعاون مع الجيش اللبناني عم ينقشطوا حركة التعاون والأولاسية مع التدريبات مع الجيش اللبناني كان فيه مؤخرا تدريبات مع الجيش اللبناني في منطقة الشمال يعني بمنطقة حمات وجوارة كان فيه أيضا تدريبات جديدة ومستجدة مع الجيش البريطاني في أعالي جبال لبنان بمنطقة العقورة على ما أظن وعمليا تدريبات مع جيوش حلف النيتو هذه الرسالة للصفارة وحجم الصفارة في لبنان وهي قد تكون الصفارة الأمريكية الجديدة التي يتم إنشاؤها في منطقة عوكر على مساحة أظن إنه 200 أو 300 ألف متر أو 400 ألف متر لا أدري لكن مساحة كبيرة وقد تكون إما أكبر صفارة في الشرق الأوسط للأمريكيين أو ثاني أكبر صفارة بعد الصفارة الأمريكية في بغداد وتعرفون إنه بغداد بالنسبة للأمريكيين والعراق بالنسبة للأمريكيين هي النقطة مهمة ومتقدمة في النفوذ الأمريكي أو في السياسة الأمريكية في هذه المنطقة هذه عناصر ذات طابع لبنانية هناك العنصر ذات الطابع الأبعد من لبنان اللي هو بمكان ما معركة التمديد لقوات الطوارئ الدولية قوات اليونيفي القوات الأمم المتحدة في الجنوب والمعركة التي خضطها ألويات المتحدة بريطانيا دولة الإمارات العربية المتحدة التي تتعرض لهجوم كبير وكبير وكبير لحملة كبيرة من أوساط حزب الله من صحافة حزب الله من إعلام حزب الله ضد الإمارات التي كانت رأس حربة في محاولة توسيع نطاق صلاحيات القوات الأمم المتحدة في الجنوب قوات اليونيفي في الجنوب وهذا جزء من الرسائل اللي هي ذات طابع لبناني لكن طابع إقليمي دولي بما يتعلق بالمنطقة الولايات المتحدة حتى الآن لم تقل كلمتها فيما يتعلق بما نصب إليها من أنه عندها مشروع أو عندها خطة أو عندها هدف عم تحاول تحققه قريبا اللي هو يقطع طريق الهلال الإيراني البعض بيسميه الهلال الشيعي البعض بيسميه هلال إيراني البعض بيسميه الكوريدور الإيراني فينا نسميه البدنية هذا الطريق الذي يربط طهران بغداد بدماشق وصولا إلى بيروت ومن بيروت إلى غزة من دمشق كمان بينزل لمحلات أخرى لأردن إلى الضفة الغربية وثم كمان إلى خط آخر هو الجزيرة العربية وهذا أمر آخر بيستحق أنه نعمل عليه فيديو خاص فيما يتعلق بمسألة أمن الأردن وأمن الجزيرة العربية انطلاقا من سوريا هذه نقطة عم ينحكي أنه بدأ تتمدد القوات الأمريكية إلى منطقة البوكامال القائم وتحاول أنه تقطع أو تضيق على المعبر هذا المعبر الإيراني الذي يمر عبره السلاح والمخدرات والمسلحين وكل شيء يتعلق باللوجستية لوجستية فريق الممانعة أو محور الممانعة أو محور المقاومة الذي تقوده إيران في هذه المرحلة وهذا أيضا يمكن أن يضيق على الميليشيات الإيرانية الموجودة على الأراضي السورية والهدف هو سوريا عمليا على الأراضي السورية ولسيما قاعدة الإمام علي الموجودة جنوب جنوب البوكامال مدينة البوكامال ومدينة الميادين وهي قاعدة كبيرة وقاعدة ضخمة للوجود الإيراني ولفيلق القدس وميليشيات والفصائل التابعة لفيلق القدس أكانت عراقية أو كانت سورية أو حتى لبنانية يعني حزب الله هذا المشروع لا يزال موجود على الطاولة قاعدة التنف تتوسع قاعدة التنفع متوسع نطاق الحيوي هي قاعدة موجودة عند المسلس العراقي الأردني السوري ونطاق الجغرافي أو نطاق الحيوي هو 55 كيلوماد نسموه منطقة 55 55 يعني دائري منطقة دائرية على 55 كيلوماد هذه منطقة الأمنية الخاصة بقاعدة التنفع التي جرى توسيعها جرى إمدادها بعناصر جديدة بقوات جديدة أمريكية بسلاع جديد آخر خصوصا سلاح الطيران المروحي والطيران المسير إضافة إلى حشد من القوات العشائرية العربية وقوات النظامية يعني إذا صح التعبير ميليشيات عربية يعني تقودها الولايات المتحدة وتدرب والولايات المتحدة في هذه المنطقة الحيوية والأساسية عند مثلث استراتيجي موجود هذا المثلث يحكى أنه بده يتوسع لمية كيلو ماتر وهناك من يتحدث عن مية وخمسين كيلو ماتر اعتقادي أنه سوف يكون مائة كيلو ماتر يعني ليس أكثر مائة كيلو ماتر يعني أصبح ضمن النطاق الحيوي قاعدة الإمام علي وجزء من النطاق الحيوي لمنطقة البوكمال الميادين حيث هناك الانتشار المسلح لهذه الميليشيات إضافة إلى قوات روسية موجودة خصوصا موجودة بمنطقة تدمر وهي على تواصل بين تدمر دير الزور وهذه القواعد هذا إطار آخر هذا بعد آخر لما يحصل في هذه السفارة وممكن يكون في أبعاد أخرى هناك حادث آخر أنتقل إلى حادث أمني آخر بلبنان حصل أيضا فيه خلال 24 ساعة الماضية ما بنعرف شو بده يصير بالساعات القليلة المقبلة إنما منتحدث عنه اللي هو موضوع اطلاق النار مرور سيارة ربعية الدفع بمنطقة حوش الأمراء واطلاق النار على مكتب القوات اللبنانية منطقة معروفة وين معروفة بأي نطاق جغرافي معروفة جوارها مين بجوارها ومعروف أنه يعني عمليا ما بده واحد يطرح أسئلة كثيرة عندما يطلق الموضوع بيطلق النار بهذه المنطقة على مكتب للقوات اللبنانية يمكن أن يكون أتى ذلك ردا على التصعيد من قوات الإعلامي والتصعيد الحملة من القوات اللبنانية على حزب الله فيما يتعلق باغتيال الياس الحصروني في عين قبل والناشط والحزب في القوات اللبنانية إضافة إلى التصلب بشكل أو بآخر المسيحي والنواة الصلبة المسيحية التي تشكل القوات اللبنانية أحد أعمدتها الفقرية في بالسياسة بموضوع الرئاسي بمواضيع أخرى طيب هناك أيضا أسباب أخرى تتعلق أيضا بما يتعلق بما يرتبط بالدعوات داخل البيئة المسيحية للفيدرالية للمركزية الإدارية الموسعة بكل الأبعاد بأبعادها الإدارية أبعادها المالية أبعادها الأمنية وأبعادها التشريعية فهذا ربما رد ورسالة لأنه هذه رسالة سياسية وهذا شغل مخابراتي شغل جهاز شغل علاءة أيضا يابي جهاز حزبي يابي جهاز مخابراتي إنما هذه رسالة مخابراتية وأنما بحكي عن مخابرات يعني مخابرات يعني أمن بصرف النظر إذا كان تابع لدولي أو كان تابع لحزب محلي أو غير محلي هذه مسألة مهمة هناك أيضا حادث يعني يعني غريب نوعا ما بيتعلق ب معلومات أتت من منطقة الجبل في لبنان تقول بأنه هناك على مدى يومين سيارات مفيمة عليها أرقام سورية عم تتنقل بالليل بين القرى ورصدت نفس السيارة مرتين وهناك معلومات تقول بأنه بيوم التالي وهذا حصل الأمر يعني بإخر يومين ثلاثي تم رصد وتم يعني محاصرة هذه السيارة براكبيها وتسليمهم المخابرات السورية بعض الروايات تقول أنه كانوا شباب بس يرى مفيمة بالليل بمناطق بخراج قرى وما بدي نسمي القرية إلا ما يكون يعني ما يكون في يعني يصير فيه لغط ويصير فيه كلام حول هذا الموضوع لكن المعنيين بيعرفوا عن شو عم بحكي وهناك مسألة تسليمهم للمخابرات اللبنانية مخابرات الجيش اللبناني لمتابعة هذا الموضوع فيه شي عم بيحصل على الأرض اللبنانية فيه توتير إذا بنربط اغتيار الحصروني مسألة الكحالة اللي كانت صدفة لكن تفاعلتها ما كانت صدفة مسألة المخيمات الشائعات بأنه بأنه هناك دخول لعناصر أتوا من مناطق النظام السوري إلى لبنان أو عبرها ينتمون إلى داعش هلأ فيه أرقام مضخمة ما نضحك على حالنا فيه أرقام مضخمة ومن صحيحة وفانتازيا هيك نوع من فانتازي طويلة عريضة بهذا الموضوع إنما أكيد أنه ممكن يكون فيه جهات كتير تسلل هذه الأحداث المتنقلة إضافة لبعض الأحداث ذات الطابع الأمني المخابرات ما عم بيحكي الزوجة اللي قتلت زوجة أو حدا نقوص على جاره لمشكل على شي بتعلق ببناته أو بشقفة أرض لا عم بيحكي شي له طابع أمني طابع الأمني مختلف ومنعرف نميز بين الحدث الأمني والحدث الجرمي من هنا نقول بأنه هناك أصوات كثيرة تتعالى في البلد وسوف تتعالى إذا استمر هذا الوضع لتقول القوى الأمنية اللبنانية غير قادرة على أن تقوم بكامل واجباتها لأنه ما عندها قدرة أن تلاحق كل شي بكل مكان وتستبق أي حدث هناك نقطة أخرى وتتعلق بالجيش اللبناني جيش اللبناني عم بيقوم بواجباته لبل أكثر ومشكور والقوى الأمنية اللبنانية مشكورة لكن لكن الموضوع مختلف جيش اللبناني مشدود ومن مكان إلى آخر من أقصى لبنان إلى أقصى ما بيقدر يكون بكل مكان ما بيقدر يكون منتشر في كل مكان ما بيقدر يكون بكل قرية وبكل بلدة وأمام كل مركز وأمام كل صفارة وخلف كل صفارة وبهذه الطريقة ما بيقدر لذلك سوف تتعالى الأصوات وهنا استنتاجي بهذه المناسبة بهذا الموضوع أنه سوف تتعالى الأصوات المطالبة بالأمن الذاتي الأمن الذاتي يعني القرى تنشئ تنشئ مجموعات للأمن الذاتي مش ميليشيات انتبهوا مجموعات للرصد بالليل خصوصا بالليل هو أهم شيء بالليل وخصوصا مع اختراب فصل الشتاء حيث القرى بدأت تفرغ من معظم ساكنيها وبيصير مهمة كتير الرصد الرصد ثم أن تكون هذه المجموعة قادرة على إختار القوى الأمنية وقوات الجيش والمخابرات والأجهزة بسرعة كبيرة للتدخل إذا فيه شيء مقلق وهذه مسألة مهمة وإذا لا سمح الله فيه شيء أسرع وأكبر وأكثر يعني طارئ جدا تقدر على الأقل أن تتصدى بانتظار وصول الجيش اللبناني أو وصول قوى الأمن الداخلي لأنه بدأ الشعور يتسلل شعور بالقلق يتسلل إلى العقول والقلوب في العديد من المناطق اللبنانية وأنا ما عم بحكي مسألة طائفية بمناطق زي طابع طائفي معين ممكن مسيحية أو دروز أو سنة أو شي على الكل عم بحكي فيه شعور بأنه الأمن عم بيختل خصوصا مع هذه الموجة الكبيرة اللي عم تجينا من سوريا واللي من دون تحريد من دون أن ندخل في لعبة ومتاهات التحريد هذه الموجة خطيرة خطيرة جدا أن يتواجد تتواجد في قرية أو في بلد لبناني أعداد من النازحين السوريين تفوق أعداد المواطنين اللبنانيين وأبداء القرية بضعفين أو ثلاثة أضعاف أو خمسة أضعاف كما هو الحال في مدينة مثل مدينة برلياس في البقاع هذا أمر خطير وهذا الأمر بيخلق منه مشاكل وبيخلق منه حززات بيخلق منه فتن بيخلق منه صدامات وبالتالي هل هو سؤالنا هل الموضوع يتعلق ربما برغبة بخلخلة الوضع الأمني بالبلد إغراق لبنان ببحر من مليون نازح جديد من أجل خطخضة البلد وقلب موازين القوى بالبلد وخربتة البلد وقلب موازين القوى أنا ما أحكي بالديموغرافيا أنه أكتريتون سنة أو مش سنة من نتيجة النازح أن يكون هناك مليون نازح آخر هذا أمر خطير على كل اللبنانيين وعلى النازحين وأصلا لبنان غير قادر على تحمل هذه الأعداد ما بنقدر ما عنا قدر أن نحمل هذه الأعداد أكان الأمر وطني معنوي إنساني أخلاقي كل شي لبنان غير قادر على تحمل هذا العبء وخصوصا هذا العبء الذي نعرف تمام المعرفة أن النظام في سوريا متواطئ حتى أذنيه في دفع هؤلاء أفواجا أفواجا للعبور الحدود والدخول إلى لبنان طبعا عبر عصابات في سوريا وعصابات في لبنان متواطئة لأسباب مالية لأسباب واضحة وهو المافيت هؤلاء ما عندهم رب هؤلاء ما عندهم أخلاق هؤلاء ما عندهم أجندات زي طبع سياسي هؤلاء ما بتفرق معهم وعم نشوفهم وعم نشوف مال المافيوي بلبنان حتى ببعض المطاعم ببعض المحلات الكلابز ببعض الشوارع بوسط بيروت عم نشوف سيارات الفراري وسيارات اللامبورغيني وسيارات الرولز رويس جزء كبير منها مافيوي مال مافيوي وهذه خطورة الوضع بلبنان إذن أنا أحذر من توجه إذا استمر الوضع على ما هو عليه من توجه نحو أمن ذاتي في القرى والبلدات وهذا الأمر 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 سوف يحظى بغطاء سياسي وبغطاء طائفي وهنا الأخطر ترجمة نانسي قنقر